السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو ماشي فقط غنبين في الرتوشات الاخيرة والصور الاخيرة لملعب آآ شرفي بوجده ولكن غنغدر على موضوع مهم جدا كي يخص الملاعب آآ من المغرب الباعيد. يعني كي واحد المغرب اللي قارب احنا ما غديش نقوله المغرب النافع وغير النافع ولكن غنقوله المغرب الباعيد لانه المنتخب الوطني المغربي ماشي دي الكازا فقط او آآ اقادير فقط او الرباط فقط ولكنه لجميع المغاربة لاش ما يلعبش في اماكن اخرى من المغرب آآ فآآ الملعب شرفي لوجده اصبح جايزا لاستقبال مبارتين لمنتخب المغربي ضد افريقيا اروس طالح حساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس افريقيا آآ اروتوشات الاخيرة آآ كيد دارو كيف ما قدت لكم وكيف ما كتشوفه في اصور الجيد في الامر هو انهم اللي كي يجي المنتخب المغربي يلعبش ملعب فآآ كي يقعدوا الامور آآ كين دكة البودانة اللي آآ شحال هادي الناس وجدها كي ياضروا عليها وكيقولوا بانها كتحج بالرؤية على آآ المشجعين او على الجمهور فآآ ما بغاوش يقدوها حتى آآ غايجي المنتخب المغربي يلعب فيها فبدأوا يحفروا وقدوا الامور فآآ بحال من اللي كيمشي المالك الشي آآ الشي مدينة فكي يبدأوا يحفروا فيها وكي يبدأوا يقدوها فان نفس الشيء لذلك المنتخب المغربي خاص مرة مرة يمشي لعب في اماكن اخرى من غير كازا اغادير واريباط ومراكوش هذه المدنة الكبيرة اللي احنا كان اتزو بهم يعني ماشي ضد انه المنتخب المغربي يلعب في كازا خصوصا لان جمهور كازا فمعروف عليه انه اقوى جمهور في افريقيا بالكامل وليس في المغرب فقط فكل التحية لجميع انحاء المغرب والجهات المغربية وفي هذا الفيديو الجهة الشرقية اذا انطلاوا في رأسكم وشاو شاو